تعريب بشخصية الويس او دوست فيكتور تون دو تازين دو بونمون السلام عليكم مرحبا بك على قناتي اذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد ان شاء الله يفيدك هذا الموضوع في اخر الفيديو سأفتر مصدر او مرجع المعلومات دو بونمون هو الويس او دوست فيكتور تون دو تازين دو بونمون ولد في سنة 1773 ميلادي بشاتو دو بونمون بمتطعة انجو خان نابوليون بفراره من ساحة القتال خلال معاقة وطلو سنة 1815 ميلادي راد حملة احتلال الجزائر عام 1830 ميلادي وامضى مع الدائل حسين وثيرة الاستسلام حصل على العقب مع ايشال فرنسا في يوم الثاني والعشرون جولي سنة 1830 ميلادي حاول التوسع على حساب وهران وخابت محاولته كما فشل في اخضاع البليد وعنابة اوزل من منصبه يوم السابع عود 1830 ميلادي ولم يعلم بذلك الا يوم عشرون من نفس الشهر غاد الجزائر يوم الثالث سبتمبر 1830 ميلادي على ظهر السفينة استاجرها بعد ان افض خليفته كلوزيل منحه السفينة تقله الى اسبانيا وللتعرف ارثر على حياة ديبورمون قبل احتلال جزائر وبعد مغادرتها مما في ذلك التحاقه بالمال الشارل العاشر ببريطانيا والنفي الذي تعرض له والذي قاده الى ايطاليا يراجع الكتاب الذي انلفه دوستاف دوتير اعتمادا على وثير ديبورمون نفسه وهو الذي اخذنا منه صورة ديبورمون هذه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا حميد مجيد